الله أكبر غارم الطائراء الروسي لم تكتفي روسيا بقتل السوريين وتشريدهم من أرضهم عبر طائراتها وصواريخها وإنما تريد قطع خطوط المساعدات الإنسانية عنهم في الأماكن التي نزحوا إليها وذلك عن طريق عرقلة قرارات مجلس الأمن في تمديد استخدام المعابر بين تركيا والسوريا لوصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين في الشمال السوري صحيفة ميرور البريطانية تقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لتجويع ملايين السوريين عبر خطته الشريرة عن طريق إغلاق معبر باب الهوى الذي تمر منه يوميا قوافل الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية الأساسية وكذلك المعدات واللوازم الطبية التي يحتاجها أربعة ملايين وخمسمائة ألف مدني مقيمون هناك تفادياً للكارثة صاغة النروج وإرلندا قراراً طرحته على مجلس الأمن لتمديد استخدام معبر باب الهوى لوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا نحن اليوم إذا وقف باب المساعدات عنا إيش بدي يصير فينا يعني نقضينا بحلب حرب وجوع وضرب وموت نرجع من نقضي موت تاني بالجوع نعني ننقيت نصارب صلاح مع السلة نعني ننقيت على لقمة البرغول على لقمة الرزع على لقمة السكر ونحن السلة سنة عن سنة عبد جدينا ناقصة وتعتبر المساعدات الأممية ضرورية لتفادي حلول كارثة إنسانية شمال سوريا بالرغم من أنها لا تلبي كل احتياجات السكان هناك في الأصل نحن نواجه كارثة إنسانية لا يمكن أن نقول أننا سنواجه كارثة إنسانية لأننا الكارثة الإنسانية نواجهها منذ سنوات تزداد هذه المعاناة كل يوم وتزداد هذه الكارثة كل يوم نحن نتوقع أن تزداد نسبة الاحتياجات الإنسانية فيما لو توقفت المساعدات عبر الحدود ونقلت إلى خطوط التماس ملايين النازحين والمهجرين السوريين يشعرون بقلق دائم من شبح حرب جديدة قد تدور في مناطقهم أو قطع المساعدات عنهم ولا يبدد تلك المخاوف إلا طي صفحة نظام الأسد من عمر سوريا بشكل نهائي